اهلاً عزائي المشاهدين من جبل الزيتون الجبل المحبب على قلب المسيح بنستمر نتكلم عن الصلاة الربانية الصلاة المحببة لجميع المسيحيين الصلاة اللي بيصلوها معظم المسيحيين وعلى جبل الزيتون في كنيسة مشهورة جداً اسمها باتري نوستري اللي هي الكلمة اللاتينية بتتكلم عن أبانا الذي في السموات فحتى في داخل الكنيسة حطين لوحات حجرية منقوش عليها الصلاة الربانية بكل لغات العالم ان شاء الله هيك الرب يعطيك الفرصة وتيجي تشوف جبل الزيتون وتشوف هذه البلاد الحلوة وتصلي كمان من أجل هذه البلاد ورحتها أيضاً أنا بتكلم عن الصلاة الربانية وتكلمت في الحلقة الأولى الجزء الأول أنه الصلاة الربانية الرب يسوع أعطاها كنموذج وكطريقة نصلي رداً على طريقة الصلوات اللي كانوا بيصلوها في أيام المسيح فمثلاً قال يسوع المسيح ومتى صليت فلا تكن كالمرائين وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلاً كالأمم وهكذا أحبائي عم بيتكلم عن الدافع الحقيقي للصلاة مش مجرد تمتمت كلمات ولا صلوات تكون بس مكتوبة أحياناً كتير لسرعة الأمر منبتد بالصلاة حتى منخلصهاش أو مندعس بنزين يعني من منوخذ الصلاة بسرعة فائقة حتى نخلصها لأنه صارت زي فريضة زي شيء مكتوب لكن بيتكلم عن إنه نتمعن فيها إنه إنه هنا موذج نصلي بحسب مجبها أو نتبع الأسلوب ابتبعها فمثلاً يعني الرب يسوع علمنا في بداية الصلاة الربانية منقول أبانا الذي في السماوات فهي صلاة الأبناء للآب السماوي ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض لاحظ إنه هذه الصلاة كلها مركزة على تعظيم تقديس وتمجيد الآب السماوي من بعد ما نبتدي في صلاة الشكر والتعظيم والتسبيح والتمجيد منبتدي في الإحتياجات اليومية العادية اللي محتاجين نرفعها كل يوم بكمل بقول خبزنا كفافنا أعطنا اليوم من صال من أجل تسديد الإحتياجات واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا نمارس حياة الغفران ولا تدخلنا في تجربة في امتحان قاسي والرب يحمينا من هجوم العدو بل نجينا من الشرير لأن الشرير هو الشيطان وبعدين بيتكلم عن التسبح الأخيري لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين لاحظ أحبائي الصلاة ما انتهت هون وأنا بصلي من كل قلبي وكل الكنايس وكل الخدام اللي بيسمعوني الصلاة الربانية بتنتهيش هون الصلاة الربانية بتستمر أحبائي يقول الكتاب فإن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم فإنه تكون جزء من الصلاة الربانية نكملها حتى الآخر ما نوقف عند مكان معين